اشتركوا في القناة على تدفق سيول أغلقت شوارع رئيسية وأوقفت حركة السير محافظة إب كانت أيضا ضمن أبرز المتضررين خلال الساعات الماضية فسيول الأمطار الجارفة التي شهدتها المحافظة تسببت بخسائر بشرية ومادية في ممتلكات المواطنين مثلها أبيان فقد تعرضت أجزاء من منطقة دلتا أبيان لأضرار بسبب انحراف مسار مياه سيل وادي بناء وتدفق المياه على طول الطريق العام الذي يربط بين مديري تيز جبار وخنفر مما تسبب في تهديد للسكان وألحق ضررا بمنازلهم وبمصالح المزارعين ورجعنا أسباب انحراف تدفق سيل الوادي إلى غياب الآليات الضرورية وعدم وجود أي دعم لتفعيل كافة الكوادر الميدانية الإشرافية على الجسور والقنوات للتحكم بتدفق المياه وتوزيعها مركز الإنذار المبكر من الكوارث والمخاطر المناخية المتعددة بمحافظة حضرموت حذر من اضطراب جوي سيؤثر على أجزاء من محافظة حضرموت وبقية المحافظات اليمنية خلال الساعة القادمة وذلك ما أكدته النشرة التنبيهية التي ذكرت أن خرائط الطقس والتنبؤات الجوية تشير إلى تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي على أجزاء واسعة في عموم المحافظات والسبب وفقا للنشرة امتداد تأثير موجة اضطراب مداري ناشئة عن تقدم منخفض جوي في شمال بحر العرب مصحوبة بكتلة هوائية الرطبة خلال 72 ساعة القادمة مشددة على الأهالي أخذوا الحيطة والحضر أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة في عبور الأودية حال جريانها والحرص على رفع الممتلكات والمركبات العامة والخاصة من مجاري الأودية وفروحها